أهل النعمة نعمة هذا الإسلام وهذا الدين الذي جمعنا ونصلي ونسلم على خير الأنبياء وخير البشر سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يشتكي كثيرا من الناس من الخشوع أو عدم الخشوع في الصلاة ويتكرر هذا السؤال مرارا وتكرارا والإجابات فيه متنوعة ومتباينة وتناسب كثير من الحالات لا أستطيع من خلال هذه الدقائق المعدودة أن أجيب إجابة متكاملة عن كيفية الخشوع فهو مساحات متفردة متميزة فيها منح من الله سبحانه وتعالى ولكني ألفت الانتباه فقط لقضايا بسيطة قد تعيننا على الخشوع بداية أول ما تجد تتوضى ما تتكلم الكلام في الوضو ما حرام ولا الكلام بعد الوضو حرام لكن دي نصيح لما انتجي تتوضى استشعر إنك دخلت الصلاة وخلاص ركز مع الوضو الوضو دي يا جماعة لو لاحظتوا ليه بيمس كل قطعة في جسمك أو جارحة ممكن ترتكب بها معصية بالتالي وانت بتتوضى عاين لكل قطعة في جسمك كم ارتكبت من المعاصي وكل ما تتوضى بتنظف هذه المعاصي وَلِذَلِكَ مَنْ تَوَضَّأَ وَأَحْسَنَ الْوضوءِ خَرَجَ كَيَوْمِ وَلَدَتْهُ أُمُّهُ كل وضو انت بتنظف عشان كده أدي الوضو بخشوع وديه كماله ما تستعجل في ناس كتار بتوضى بطريقة عجيبة جدا تلقى سايقل شاي للموية دي ويجدع في وشه يجدع كشتك 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 ويستعجل عشان يرحق الصلاة بيكون ضيئ على نفسه مساحة كبيرة الونس في الوضو ما في لها داعي الونس بعض الوضو ما في لها داعي عشان كده الرسول عسلم أدينا حافزة عشان ما نتكلم وما نتونس الدعاء بين الأذان والإقامة ماله مستجاب كل الناس يعرفون ذلك لكده ما في داعي للونس هذه مساحات تحيل فيها مشاكلك وتدعو ربنا سبحانه وتعالى انه يحل لك مشاكلك وتصلي وتذكر الله سبحانه وتعالى كلها قدر شنو ربع ساعة عشرة دقائق ما انت قعد تتول الناس كتير والتلفون يمسيكك ساعات وفي ناس بيبروك بالساعات ياخذي عشرة دقائق ما تتول الناس فيها طلع الدنيا برها لكي لا تدخل الصلاة وانت شائل معاك الكلام اللي كنت بتتولنس به كش الصلاة كده ونصيحة بسيطة عند التكبيرة أي زول لما يكبر يذكر حايتين ما تكبر إلا تكون اخترت الآيات اللي حتصلي بيها بعد الفاتحة ما تكبر لو ما اخترت بعد الفاتحة حتصلي بيات آية كتير مننا زي المكنة وزي الآلة مننا من خلقه قولت و لا الضالين آمين تبت دي براها قعد تجي ماركا عمره كله شغال تبت قل هو الله وحد تبت قل هو الله وحد أصمى زادين ولذلك اختار الآيات حتى كتير مننا الآن لما تنتهي الصلاة ويطلع برا لو سأله انت صليت بعد الفاتحة بشنو ما بيذكر دي واحدة مداخل الخشوع إنك لما تجي تكبر اختار الآيات اللي انت حتقربيها بعد الفاتح وعشان تكون أكثر خشوعا هذه الآيات سؤال نحن قرينا قرآن كتير في المدارس هل كله موجود ما كله موجود لكن في جزء منه قاعد ومحفوظ من الزمن داك أي قرآن انت صليت به بتلقاه قاعد أي قرآن صليت به موجود محفوظ اللي يصلي به بتحفظ وبيثبت ولو أنهم فعلوا ما يعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا بيثبت القرآن في القلب كل ما صليت به عشان كده انت كل أسبوع كل أسبوع أسبوع كامل يختار لك آيتين جداد آيتين جداد صلي بين الأسبوع كله ركز معاهم نرقع الأولى بآية نرقع الثانية بآية واحدة بس أصلاك ما تزيد الآيتين من خلال الأسبوع واحد ده خلاص بيكون ركزا وتحفظا وملن قلبك وتاني مبروحا ويا السلام كمان لو مشيت فتشته وعرفت الآيات دي معناها شو نزلت وين قاعد في مكان في المصحف البعد بتاعه بيأديك لياته معنا يا السلام تسيل دموعك معها تحبها ترتبط بيها زي ما أسي كل واحد فيكم عنده آيات أو صور معينة بحبها لو ماشي في الشارع مسيم عزول أو شخص بيقرأ في الآية دي بنتبي لأنه بحبها يا جماعة القرآن عنده إحساس ما الآيات تحت القرآن عندها إحساس وعندها مشاعر وعندها علاقات خاصة بترتبط بأصحابها يعني كل واحد فينا عنده آيات كده عنده معها علاقة خاص ومودة شديدة حتى إنه إذا طولت ما قريت بتلومك وتعادبك ولما انتجي تقراها تاني تستعصى عليك كأنها بتقول لك طولت مني أخلق علاقات مع القرآن عبر هذه البوابة سيثبت القرآن في العقول ونصل إلى قيمة الخشوع ونجدد من المعاني ومعرفة الآيات حتى وإذا ما قرأنا الآيات في القرآن وفي الصلاة نجد البعد الكامل ولذلك انتبهوا كلما قرأتم عن قيام الليل عند النبي صلى الله عليه وسلم لا تجدون قياما للليل إلا عبر الصلاة ما بيقرى المصحف براه ما بيمسك المصحف بس لكن بيقرى وهو بيصلي عشان المتعة تكتمل وهذه واحدة من معاني هيبة الصلاة إنها الصلاة عماد الدين وزاد القلوب وسكينة الروح اللهم اجعلنا من المصلين وثبت قلوبنا وإيماننا وارزغنا خشوعا ترضاه عنا ونرضاه لأنفسنا ويجمعنا بحبيبنا صلى الله عليه وسلم في الجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين اجعلنا من المتقين نحن وإياكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة